موسيقى تعرضت عشرة الخيام للنازحين بريف ادلب بالقرب من الحدود السورية التركية للغرق بسبب عصفة مطرية ضربت تلك المناطق بينما تعرضت خيام أخرى للحرق في المخيمات العشوائية بريف ادلب لا تزال قضية النازحين السوريين في الداخل والخارج تشكل أحد أكبر الأزمات الإنسانية التي أنتجتها الأزمة في سوريا دون أي تحرك دولي من شأنه أن يخفف تلك المعاناة التي تقترب من إتمام عامها الحادي عشر أحدث تطورات هذه الأزمة شهدتها مخيمات النزوع في محافظتي حلب وإدلب بشمال غرب سوريا والتي تأوي ملايين النازحين بين أطفال ونساء وشيوخ حيث تعرضت لسلسلة حرائق وسيول جارفة أدت لوقوع ضحايا وأضرار مادية يؤدي كل ذلك إلى تشريد عدد من النازحين مصادر محلية أفادت بأن قرابة مئتي خيم غرقت بشكل كلي وجزئي جراء عصفة مطرية غزيرة وسيول اشتاحت أرياف حلب وإدلب ليلة الأحد الاثنين فيما كانت المخيمات القريبة من منطقة سرمدى بريف إدلب أكثر المناطق تضررا وسط رصد حالات نزوح من مخيمات النزوح ذاتها صحيفة الشرق الأوسط نقلت عن ناشطين حقوقيين أن عدد الأفراد المتضررين من العواصف المطرية والرياح الأخيرة بلغ أكثر من سبعة آلاف وثمانمائة شخص إلى جانب ألفين وثمانمائة وثلاثة وثمانين آخرين أصبحوا بدون مأوى نتيجة تمزق خيمهم موضيحة أن الخسائر تشمل أكثر من ثمانية وخمسين مخيم للنازحين في ريفي حلب وإدلب في غضون ذلك أفادت مصادر محلية بأن أكثر من عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال أصيبوا بحروق خلال الساعات الأخيرة جراء نيران التهمت عدة خيم في الشمال السوري وبحسب المصادر فإن الحرائق نجمت عن استخدام وسائل تدفئة غير آمنة كحرق البلاستيك والفحم والفيول التي تعد أرخص ثمنا مقارنة بأسحار الحطب والديزل هذا ويأوي الشمال السوري أكثر من مليوني نازح أغلبهم يقطنون في مخيمات عشوائية خالية من أبسط مقومات الحياة تتوزع على عشرات الأراضي الزراعية دون أي مساعدات إنسانية دولية وفي حال وصولها تتم مصادرتها من قبل الفصائل الإرهابية التابعة للاحتلال التركي وهيئة تحرير الشام الإرهابية دراع السوري لتنظيم القاعدة التي تسيطر على تلك المناطق لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من غازي عنتاب أيمن أبو هاشم محامي والمنسق العام لتجمع مصير أهلا بك أساذي أمان أهلا بكم تحياتي لكم أهلا بك أساذ أيمن إذن أمامنا حدثين غرق وحرق في مخيمات النازحين بريف إدلبال حدود السورية التركية نبدأ من غرق بعض الخيام أو عشرات الخيام ما هي التفاصيل الجديدة حول هذا الموضوع حقيقة كل المعلومات الأولية أن هناك بالفعل آلاف من النازحين المتضررين جراء هذه العاصف المطرية التي ضربت بالفعل حوالي 60 مخيم في منطقة شمال غرب سوريا وبالتالي هذه الأزمة التي تتدحرج ككرة الثلج مع كل عاصفة ثلجية أو مطرية وحتى في حالات الصيف حيث الحر الشديد هذه الحالات تؤكد بأن لا يوجد هناك أي بنية تحتية في هذه المناطق بالسبب وجود مخيمات عشوائية لا تتوفر فيها أدنى مقاومات السلامة والأمان وبالتالي من يدفع الثمن لهذه المآسية هم النازحين في هذه المناطق من سكان تلك المخيمات وهذا يتم بصراحة مع إدارة ظهر المجتمع الدولي لمعاناة النازحين ومع عدم وجود أي استراتيجية على صعيد تغيير أوضاعهم باتجاه يعني معالجة كل هذه المشكلات التي يتعرضون إليها وعندما نتحدث عن وجود أعداد كبيرة منهم من فقد المأوى نحن لا نتحدث هنا عن فقط أعداد محدودة بصراحة هناك أعداد كبيرة وخصوصا أن التقديرات كما قلت أولي يعني فيه هناك اليوم تقدير يتجاوز العدد 12 ألف شخص تضرروا على الأقل من جراء هذه العاصفة المطرية هذا الموضوع يجب اليوم أن يتم بالفعل يعني وقف ضمير أمامه وقف مسؤولي جادي من قبل المجتمع الدولي ومن كل الأطراف المعنية بالحوكم يضمن هذه المناطق لأنه لم يعد مقبولا فعلا لاستمرار هذه المأساة والمعاناة نطلب منهم أنه يتعاملوا فعلا مع النازح السوري كما يتعاملوا الآن مع اللاجئين مثلا من أوكرانيا شاهدنا كيف يتعامل العالم بترحيب شديد باللاجئين ومناصرة شديدة للوقوف إلى جانبهم أيضا نرجو أن يتعاملوا بنفس المعيار الإنساني مع أزمة ومشكلة النازحين التي تستمر منذ أكثر من عشر سنوات وحتى الآن دون أي حلول وما زال النازحين موجودين في عين العاصفة دائما يدفعون ثمن هذا التقصير وهذا الإهمال بحقهم أستاذ إيمان بحسب التقرير كان هناك ما بين 200 تقريبا خيمة بين غرق كلي وجزئي هل يمكن إحصاء الخيام التي تعرضت للغرق الكامل؟ حتى الآن الحديث الحقيقة أنه هناك قرابة كما قلت 60 مخيم تضررون لا يوجد هناك إحصاء دقيق لعدد الخيام ولكن هناك إحصاء لعدد النازحين الذين أصبحوا بلا مأوى والعدد كما قلت يقتل من شخص أنا أتجه هؤلاء 12 ألف شخص أين أتجهوا؟ بالضبط هم الآن قسم منهم اللجأ إلى أقارب أو إلى معارف أو إلى مخيمات أخرى لديهم فيها إمكاني الاستيعاب ولكن عندما تحشر الآن ثلاث عوائل كما سمعت اليوم في أحد المخيمات هناك ثلاث عوائل تعيش الآن في خيمة واحدة بسبب استقبالهم لعائلتين تخصهم هذا مثال مثلا على الأزمة التي تسببت فيها مثل هذه العواصف وبالتالي لا توجد هناك حلول بديلة هذه المشكلة الأكبر أنه ما في حلول بديلة أو مناطق سكن بديلة قادرة على استيعاب من أصبحوا بلا مأوى هذه أيضا مشكلة مركبة بسبب عدم موجود كما قلت خطط لإسكان بديل عدم موجود مخيمات مجهزة لاستقبال مثل هذه الحالات طيب ماذا عن موضوع المتضررين من الحرق أيضا كان هناك موضوع عن حرق بعض الخيم كيف أصلا يعني كيف شبه هذا الحريق الحريق طبعا لأنه أغلب النازحين يستخدمون يعني كما قلت مواد غير آمنة يعني إن كانت المواد التدفئة أغلبها تعتمد على مواد تفتقر إلى السلامة أو إلى شروط الأمان وبالتالي أنت تعلم بأن الخيم أغلبها خيم بلاستيكية وتنتشر فيها النيران في حال يعني أي خطأ إن كان بسبب الساكني نفسهم أو عدم أو سوء استخدام هذه المواد وبالتالي هذه القضية ليست فقط يعني تحدثت في حال معينة كما شهدنا اليوم أمس وإنما بشكل مستمر هناك حرائق في هذه الخيم بشكل مستمر في ضحايا لهذه الحرائق المناسبة ولكن ما حدث يوم أمس أيضا يكس بأنه فيه هناك أيضا عدم وجود رقابة على هذه المواد من قبل القوة أو الجهات المشرفة على توزيع مواد المحروقات وبالتالي أيضا لدينا قسم يعتمد أيضا على مواد مستنفذة بمعنى مواد غير صالحة حتى للإستخدام المطلق ولكن هذه المشكلة أيضا يعني تعكس عدم وجود فعلا إدارة قادرة على أنه تحدد يعني شروط الاستخدام أو قادرة على الضبط مثل هذه المشكلات لسببين السبب الأول له علاقة بأن النازحين مضطرين لاستخدامها نتيجة غلاء الأسعار ونتيجة الحاجة إلى التدفئة وبنفس الوقت لا توجد هناك أي ضوابط إدارية متعلقة بجهات التي تشرف على نقل هذه المواد أو على توزيعها أو على بيعها من خلال الأماكن التي يتم البيع فيها في هذه المناطق إذن المشكلة كما قلت يعني مزدوجين ولا يمكن أن نجد حلها إلا بإيجاد قواعد واضحة لاستخدام مواد آمنة وبنفس الوقت العادة بالنظر بهذه الخيال نعم على من يقع عاتق مسؤولية إيجاد هذه الحلول أو هذه القواعد لتأمين مواد آمنة للتدفئة بدون شك على الجهات المسؤولة في هذه المناطق الجهات التي تتولى السيطرة على هذه المناطق دعني أسميها قوى الأمر الواقع التي فشلت حتى الآن في إيجاد بيئة آمنة أو في إيجاد على الأقل مستويات حياة آمنة بهؤلاء النازحين دائما حجي أنه ضعف الإمكانيات هو السبب أنا أقول بأنه في هناك سبب آخر مهم أن هذه القوى التي تسيطر على هذه المناطق ليست مهتمة جدا بسلامة الإنسان بسلامة النازحين بسلامة البشر هي تفكر بكيفية استمرار يعني سيطرت على هذه المناطق وكيفية إدامة هذه السيطرة بغض النظر إذا كانت على حساب معاناة النازحين أو غيره هذه المشكلة المستمرة أيضا منذ زمان والتي تحتاج بالفعل لعادة مراجعة كل هذه القوى المسيطرة لعملها، لدورها، لوظيفة، لأهدافها يعني إذا لم تكن بالفعل قادرة على رعاية شؤون الخاضعين أو المتواجدين تحت سيطرتها فإن أي مبرر ممكن أن تطرحوا عن هذه السيطرة يفتقد إلى المشروعية عبو سيد أيمان تحدث عن توجه ألاف النازحين إلى أقارب أو أولى مخيمات أخرى لكن بالنسبة للذين أطلفت خيامهم بشكل كامل هل من تعويضات سريعة أو مساعدات عاجلة لتأمينهم؟ يعني اليوم مثلا في بعض المنظمات تدخلت من باب تأمين بالفعل خيام بديلي وتأمين أماكن تصلح لإقامة مخيمات مؤقتة لإستعاب من أصبحوا بلا مأوى وكما فهمت بأنه في هناك جهود من هذه المنظمات بهذا الاتجاه ولكن أريد أن أؤكد معلومي بأنه في هناك قسم من هؤلاء بات هذه الليلة بلا مأوى فعليا بالمنظمات هل تقوم بدور كافي أستاذ أيمان؟ بدون شك دور المنظمات المشكلة أنه ليس فقط دور غير كافي إنما لا يتم بإطار من التنسيق بين جهود هذه المنظمات يعني نلاحظ أنه ما في هناك أيضا خطة منسقة بين هذه المنظمات لكيفية التصدل مثل هذه الحالات كل منظمة تعمل وفق خطة خاصة فيها ووفق إمكانيات أيضا محدودة فيها وبالتالي لو كان الجهة التنسيق بين هذه المنظمات ولديها بالفعل يعني إطار يعني يحدد من خلاله ماذا يجب عليها أن تقوم من تقديم مساعدات حجم هذه المساعدات كميتة ما هي فئة مستهدفة أكيد كان في هناك إمكانية أن تكون مساعداتها يعني أكثر جدوى وقادر على حل جزء كبير من هذه المشكلة لكن بسبب فوضى عمل هذه المنظمات وعدم وجود آليات تنسيق تكون دائما نتائج محدودة أشكرك جزيلا شكر من غازي عن تاب أيمن أبو هاشم محامي والمنسق العام لتجمع مصير شكرا لك مشاهدين فصل قصير ثم نعود